السلام عليكم يا جماعة بها الفيديو إن شاء الله بشرح لكم شلون تحجزون تذاكر حق دوري أبطال آسيا النخبة من خلال موقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي والسموحة الصوت بس شوي مريض وتعبان للعلم إذا ما تعرف تحجز روح متجر النادي الرسمي وبيحجزون لك وخذ بضغط البنك معك يوم تدخل رابط تضغط على بوك ناو احجز الحين وهذه تفاصيل المباراة موجودة تختار البلوك الفاضي المتاح حاليا للحجز اللي باللون الأخضر نفس البلوك رقم أربعة وبعدين تختار العدد اللي تبي تبلك والعيالك لك والرابعك أتوقع الحساب الواحد مسموح لست ذاكر وتنزل تحت إذا عندك حساب سوي لوجين تحط إيميلك وباسوردك وإذا ما عندك continue as guest أنا دخلتها على أساس أني ضيف وعبيت البيانات اسمك وإيميلك ورقم تلفونك وشوف تحت عندك النتابة التذكرة توصلك SMS وتوصلك عن طريق الواتساب وتوافق على الشروط والأحكام طبعا كل شي تختاره بريال يعني تبيها SMS بريال تبيها توصلك بواتساب بعد بريال فالتوتال كامل 22 ريال تختار وسيلة الدفع سواء بطاقة الفيزا لكريدت أو الدبت كارد وآخر شي تحت أيام نات أروبوت تختار طبعا أي خيار من الخيرين ذي العادي وبعدين بيوديك تفاصيل الدفع تحط رقم بطاقتك وتحط اسمك على البطاقة وتحط متى تنتهي تفاصيل بطاقة المعروفة وبيناو وبيجيك الكود على رقم تليفون حسابك في البنك تختار SMS أو موبايل أب وتحط الكود وتمت عملية الدفع وتيجيك تذكرتك SMS وفي الواتساب ملاحظة مهمة إذا سويت نفس الحركة لانا سويتها طريقة كاملة لتجرب أزاقست سوي حساب وجرب تدخل بحساب جديد يمكن يكون عندك حساب سابق حتى التذكرة تكون موجودة في الموقع فما يحتاج تجيبها واتساب أو SMS بس احتياط يعني وهذه التذكرة في الموقع والتذكرة بعد وصلتني SMS وصلتني في الواتساب وبس والله